طيب دي كانت شطات للنادي الاهلي فرق الجزيرة من الخارج تعالوا بقى ندخل جوه النادي ونشوف ايه اخر الاخبار والمستجدات للنادي الاهلي وفرق المختلفة طبعا معز منا العزيز محمد توفيق الموجود حاليا في مقار النادي الاهلي بالجزيرة وكمان هنتابع معاه تدريبات الفريق صباحا فقولنا عليك اتفضل صباحا خير يا كريم صباحا خير يا نهوانت ومفتقدكم جدا بان كتير ما طلعناش مع بعض لكن طبعا حرسين على متابعة البرنامج الصباحي يعني ده اهم حاجة في بداية يوم اي اهلاوي انو يشوف برنامج عشر الصبح في الاهلي سعيد جدا بوجوني معاكم وموجود معاكم النهاردة من داخل ملعب مختار التيتش هنا بمقار النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة لمتابعة تدريبات الفريق الاول يمكن الفريق الاول بيواصل تدريباته طبعا بعد المباراة الودية اللي كانت بالامس امام مينية سمنود وده طبعا في اطار السعادات الفريق لمباراة المكونون العرب المقرر لها ان شاء الله الجمعة المقبل 19 نوفمبر الجاري في اطار مباراة الاسبوع الرابع من الدوري العام اللي طبعا النادي الاهلي متصدره بتسع نقاط وكمان بحصيلة عشر اهداف في اول ثلاث مباريات يعني اعتقد بداية اكثر من رئاة ان شاء الله تكون بداية قوية نحو استعالة النادي الاهلي اللقب المفضل وتحقيق الدوري التلاتة واربعين كمان يمكن بالح في المباراة الودية كان فيه خبطة كده العمار حمدي وفضل مستر المسلماني استبداله فكان فيه قلق شوية عند جمهور النادي الاهلي عحبين نطمنهم كلهم نقولهم عمار موجود النهاردة في تدريب اليوم يمكن تواصلنا مع دكتور رحمل أبو عبدالرئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي اللي اكد انه بس كانت مجرد كدمة قوية لكن الحمد لله ما اثرتش على الرجبة كانت بس فيه زي من قصبة القدم لكن الحمد لله ما سابتش اي اثر والنهاردة اللعب نزل بالفعل فيه التدريبات كمان علي اللطفي حابب اطمن كل جمهين النادي الاهلي عليه ممكن مش موجود في التمرين مبارح والنهاردة ما كانش مشارك في المرارة والدية لكن هو الحمد لله كان بعاني بس من كدمة في الرجبة لكن دكتور رحمل أبو عبدالله أكد انه هو سليم تماما وكمان كان يعني اللعب حابب يشارك النهاردة في المران ولكن مستر المسلماني فضل قرحته ويتابع بالنامجه التأهيلة في الجمه مفيش استعجال على عودته بحيث ان برضو الاصابة تكون يعني خد وقته ونازل سليم 100% للتدريبات زي ما بقولك ده كله يا كريم ونهوان ده في استطار استعجال ان شاء الله مباراة الاهل القادمة ان شاء الله في الاسبوع الرابع طبعا الفريق بيستعد بدون اللعبين الدوليين سواء الموجودين مع منتخبنا القومي وان شاء الله اللي بيستعد لآخر جولات التصفيات او المرحلة الاولى من تصفيات المؤهلة للكاس العالم 20-22 ان شاء الله يكونوا موجودين في تدريبات يوم اللاربع يمكن اللعبين الدوليين هيوصلوا اللاربع هيبقى فيه تدريب وحيد مع الفريق هيبقى اللاربع وبعدين الخميس والجمعة ان شاء الله مباراة كمان عندنا عدد كبير جدا من المحترفين بيتون الحمد لله كلهم بشاركه اساسي فيه منتخبات بلدهم ودي حاجة تدور الفخر ان جميع اللاعبين الدوليين اللي في النادي الاهلي المحترفين جميعهم بيشاركوا فيه منتخبات بلدهم يمكن ده فيه اطار الكلام عن كرة القدم كمان الالعاب الاخرى لا تقل يعني حماسة واسرار وفوز يمكن مسيرة رأيها عملها فريق السلة بالنادي الاهلي رجال لهذا الموسم يمكن الفريق امبارح حق الانتصار سواء فريق الرجال او كمان المرتبط على فريق نادي الجزيرة فيه مباراة دور النصف نهائي من دور المرتبط ويتأهل للمباراة النهائية وان شاء الله هيلاقي الاتحاد السكندري غدا ان شاء الله للاسنين وبعده من يوم الاربع هتبقى مباراة العودة ان شاء الله مباراة المرتبط بإذن الله هتقام والمباراة الفريق الاول على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر يمكن المباراة بتاعت المرتبط هتنطلق فيه تمام الخامسة مساء ومباراة الفريق الاول هتكون فيه السامنة طبعا لازم ننوه ان النادي الاهلي داخل بطولة السنادي وهو حامل لقب بعد التغلب ايضا في مباراة مرسونية وكانت مباراة عظيمة جدا من قوة عشر قناة النادي الاهلي الموسم الماضي امام الاتحاد السكندري ان شاء الله نتمنى التوفير للنادي الاهلي ويحقق برضو نفس النتيجة ويفوز على الاتحاد السكندري ويحقق البطولة العام التانية على التواري يمكن الفريق فاز في مباراة الزهاب على الجزيرة فيه الفريق الاول فاز في المباراة الاولى 79 و réponse وفي المباراة التانية 76 فريق المرتبط يفاز في المباراة الاولى 61-57 وفي المباراة العودة 74-74 وفيه يعني حابب اشيط جدا بالجهاز الفني لفريق المرتبط بالقراطة كابتن اسلامي الكلاني يمكن نتائجهم دايما في بطولة المرتبط يساعد الفريق الأول يمكن فيه فرقة كتيرة جدا في الدورة يبقى فريق المرتبط عبق على الفريق الأول لكن بالعكس فريق المرتبط تحت 18 سنة بالنادي الأهل عمل نتائج أكثر من رائعه ويرجح كافة الفريق في بطولة الموسم الماضي وإن شاء الله نكون على عهدنا بيهم ويكونوا كمان هما سبب في تحقيق لقب هذا الموسم كمان عاوز أقولك أن المباراة الأمس يمكن ده رقم محترم جدا عملوا الجهاز الفني الجريد للنادي الأهل بكيارة جست بوش الأسباني يمكن دي المباراة 23 على التوالي فوز يمكن الفريق لقب خمس مباراة في بطولة منطقة القايرة كلهم فاز فيهم ست مباراة في البطولة العربية التي توجنا بها قبل أيام قليلة كمان في بطولة المرتبط الفريق لقب لغد دلوقتي 12 مباراة كلهم الحمد لله بالفوز وإن شاء الله يكمل مسيرة الفوز في الدورة بالنهاية أمام الاتحاد السكندري ويحق البطولة إن شاء الله للعام الثاني على التوالي كمان فريق البنات ما قلوش إصرار عن الرجال وفي الفوز والحماس تغلبوا في مباراة الزهاية في دورة 8 على فريق نادي الزمالك فريق الأول الكسب 96 68 وفريق المرتبطة 18 سنة فاز 62 23 وإن شاء الله مباراة العودة هتقام بنادي الزمالك يوم السلساء المقبل بإذن الله كمان يعني زيما يقول سيدات الأهل دايما أبطال كمان فريق بنات النادي الأهل للكورة اليد فاز بالأمس على مركز شباب ششة الأنعام 74 7 ده في إطار مسابقة الدورة العام للكورة اليد للسيدات يمكن الجهاز الفني كان حريص بكرة كابتن يحيا يوسف على إشراك عدد كبير جدا من الناشئات في المباراة علشان تأهلهم خلال الفترة الجاية لأكيد هيحتاجهم سواء فيما تبقى من مسابقة الدورة العام أو كمان من مسابقة الكهاز دي كانت كل الأجواء هنا عندنا داخل مقر النادي الأهل بالجزيرة ومن خلف أكيد شايفين تمرين الفريق الأول نتمنون إن شاء الله التوفيق ومواصلة البداية القوية إن شاء الله يوم الجمعة أمام المقوناة عرب وتحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله تبقى خطوة من ضمن خطوات طويلة إن شاء الله نحو اللقب التالة والأربعين عزة أمنك كمان يا كريم ونهوان ده عن الجو والأجواء يمكن الأجواء أكثر من رائعة كان فيه زحمة بس شوية النهاردة طبعا عشان بداية الأسبوع والمدارس والجامعات لكن مع مرور الوقت الحمد لله يمكن الزحمة بدأت تخفي كتير جدا والجو بره النادي كويس جدا وفيه سيولة مرية كمان درجة الحرارة رائعة أكثر من رائعة فصل الشيطة تأخر كتير جدا لكن أعتقد الجو النهاردة مشمس وإن شاء الله يكمل الجو على كده ودائما أجواء رائعة داخل النادي الأهلي سواء في وجود الأعضاء واستمتاحهم بالأجواء أو كمان جماهير النادي الأهلي وأعضاءه واستمتاحهم بنتائج وفوز الفرق المختلف في النادي الأهلي دي كانت كل أجواء الكلمة ليكم تفضل زي الفلك العادة جزيلا شكرا لزميلنا العزيز محمد توفيق شكرا على هذه التغطية المتميزة من المرسلين توفيق يعني إيجابي جدا وتحب تتفرج بجد عليه وشطر جدا برضو بجد شكرا لزميلنا العزيز محمد توفيق